بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقتي جايبين لحضراتكم كتاب بنك الأسئلة بتاع المعاصر الترمي التاني بدقين نحل مع حضراتكم هو جايب في كتاب الترمي التاني مني تيست حوالي 15 مني تيست كده على الوحدات أو على المنهج بالكامل أسئلة اختيارات خاصة بالفكابو بالجرامر ودلوقتي هناخد التلاتة مني تيست الأولانين من صفحة 19 لصفحة 22 بتاعي 60 و 65 سؤال كده هنحلوهم يا جدعان ومكملين إن شاء الله ما تقلقوش بإذن الله احنا مع بعض لغاية لما تقولوا كفاية مش عايزين تاني في مني تيست وان مع حضرتك الجملة الاولى بيقول لك وات ا او او اون جاكت يا له من جاكت نقاط اي البي ات ات وانس انا حشتري في الحال أجل قبيح رائع أو رشيق وممال وسلي طبعا واضح ان الاجابة نبرت بي تعال بعد كده على رقم اثنين بيقولك هو لعب تنس لمدة تلات سنين الاول قبل ما يصبح لاعب نقاط جونيور مبتد تريني متدرب آماتر هاوي محترف طبعا هو أصلا لعب قبل كده تلات سنين يبقى بعد كده أصبح محترف نيجي على رقم ثلاثة محمد أبو تريكا ميرفلوس يعني رائع اللي كان نقاط في الكرة المصرية لاجند أسطورة أورفن يتيم رفيوجي لاجئ ألعاب القوة طبعا الإجابة نمرت لجند يعني أسطورة لا تتذكر شيء لأكتر من جلسة واحدة جلسة أو حصة وبعد كده نقاط راحة تحدث خذ يعني سامح يعني سامح يعني يعطي يبقى خذ راحة بعد ما تخلص جلسة مذاكرة واحدة رقم خمسة هذا الرجل الشريف هذا الرجل المحترم كلمة ثانية تدي نفس معنى كلمة محترم يعني يمكن تحمل نفقاته وتقدر تشتريه لا يعتمد عليه أو غير موثوق فيه يعني غير أخلاقي الإجابة طبعاً نمرة irrespectable محترم the opinion of feeling you have about someone رأيك في الإحساس اللي بتملكه بخصوص شخص or something أو شيء because of بسببها the way they seem means بالطريقة اللي بيبدو عليه يعني أنت متعاملتش معاه رأيك أو شعورك بخصوص شخص أو شيء بسبب الشكل اللي يبدو عليه يبقى أنت ما عملتوش بسبب شكله seem يبدو means معناه impression انطباع expression تعبير profession مهنة أو حرفة mission يعني مهمة يعني بتساوي job كده يعني مهمة أنه نقوم بأداء هذه المهمة يبقى لإجابة نمرة impression انطباع سبعة overtime عبر الزمن أو عبر الوقت أو عبر العصور Egypt was known its ancient monuments مصر اتعرفت آثارها القديمة at ولا from ولا for ولا off الإجابة نمرة c4 بصوا يا جماعة احنا عندنا known as known as يعني معروف ك معروف كدكتور معروف كحاجة وظيفة إنما non for يبقى معروف بي أو مشهور مشهور أو معروف بي يبقى لإجابة نمرة c non for 8 it's really challenging problem إنها مشكلة challenging يعني فيها تحدي تنطوي على تحدي مشكلة متحدية بيقول لك تشالنجينج دي هنا جاية إيه verb فعل نوين اسم adjective صفة adverb صرف طبعا حضرتك هنا عندك a جاية علشان problem مشكلة اسم مفرد إذن تشالنجينج دي تبقى صفة لإن الصفة جاية توصف الاسم و a و a m طلعت قدام علشان الاسم المفرد اللي جاية بعض الصفة يبقى الإجابة نمرة تسعة نهلة نقط هي حزينة فعلا بص معي في إذ بس أنا مش عايز منك أكتر من كده إذ دي معناها تكون مضارع صح طيب اللي حزينة دلوقتي في المضارع هذي دروب د وقعت ولا هذي دروب د أخذ هذي دروب د يا جدعان طبعا لا لأن هذي دروب د عايزة مضي بسيط وذي مضارع إذي دروبينج بتوقعوا دلوقتي ما هو يوقعته يا ما وقعتوش كانت بتوقعوا يا سلام لما كانت بتوقعوا وقع ولا ما وقعش الإجابة عند حضرتك هذي دروب د هي حزينة معناها أنه وقع وقع في المضارع التام لأن الأثر في المضارع يبقى الإجابة المرة إيه ياللي صح عشرة الشركاء كانوا ناس شركة في شركة مع بعض في مكتب المدير إمبارح في مكتب المدير إمبارح حلو وير نقط يعني رؤوا يعني تشافوا يعني حد شافهم يعني عايزها مبنية للمجهول في الماضي البسيط يبقى وير دي عايز وراها تصريف ثالث يبقى غلط طيب تمام غلط غلط يبقى أنا عايز تصريف ثالث سين شاوتينج إيه بقى سين شاوتينج دي يا مستر أنا مش فهمها الفعل بتاع سيا فاندل والفعل بتعهير آسف سي يرى والفعل بتعهير يسمع يجي وراه مفعول زائد حاجة من اتنين يا إما فعل زائد آي إن جي يا إما المصدر إمتى دوت وإمتى دوت فعل زائد آي إن جي لما كون شفت جزء من الحدث لأ مصدر لما كون شفت الحدث كله من أول و آخر كامل طيب يبقى هنا بيقول لك هم تشافوا مبنية للمجهول بقى شاوتينج وهم بيزعقوا الإجابة مرد بيه حضو هانا هاز نقط لوفز أوف بريد أيوة جميل أيوة بتقول إيه هانا معاها أرغفة خبز بطشي كان جيف الصم بس تقدر تدينا شوية يعني معناها خبز مكفي هو وقليل بس مكفي لو كان قال بريد بس كنا خدنا لتل إنما هنا بيقول لوفز أوف بريد لوفز يعني أرغفة والأرغفة معدود لتل وقليل لغير المعدود فضل فيو وقفي احنا قلنا فيو قليل ولا يكفي وقفي قليل ويكفي هنا بيقول لك تقدر تدينا شوية طالما تقدر تدينا شوية يبقى اللي معاها قليل أوبس بس مكفي إنها تدينا يبقى لإجابة نمر بي وخلي بالك إنه هيعلق لك عليها يجيب لك كذا جملة شبه دية في التست الأول والثاني والثالث دلوقتي أنا مش لا أستطيع أن أجد أي عصير متبقي في الجج الجج اللي هو الدورق الشفشة الكبير ذي إنهم نقط هنا مصد بقى مش بتاعة لازم أو يجب أو ضروري دية بتاعة الاستنتاج لابد لازم إنه تشرب حلو هم لابد إنهم شربوا منه فأنت لما حضرتك مش لاقي حاجة دلوقتي في الوقت الحاضر معناها إنهم خلصوه شربوا في الماضي صح كده تمام ذي فاعل هيبقى مبني للمعلوم عادي ذي مصد إيه درانك مش نافع بيدرينك مش نافع بيدرانك مش نافع لأن هم مش حيتشربوا كده مبنية للمجهول تبقى مصد هاف درانك لابد وأنه شرب استنتاج شبه مؤكد في الماضي مصد زائد هاف زائد الباست بارتيسيبول زائد التصريف التالت تعال بعد كده على 13 الطلاب نقط مبارح خليك متك على مبارح دي وكلام ومش عارف جايب وإزاي من غير فاعل المهم أنا مش لازم ده كله الحتة دي مش لازماني أساس مش عايزها الطلاب النقط مبارح كرموا ماضي بسيط مبدل المجهول كانوا بيكرموا يا ترا كانوا بيكرموا مين مفيش مفعول هنا طيب مفعول اللي كرمو هنا مفيش مفعول طيب ماش جاية كده فاعل زيط نجي من غير ما يكون قبل وفرب بي يبقى غلط يا كمان وير اونورد الإجابة للمرت ايه كرم هي الإجابة الصحيحة صفحة عشرين الجملة رقم اربعة عشر شوفوا يا جماعة أنا معاي دلوقت شعر طويل يبقى أنا هقول طب دلوقت لو جايب حاجة تانية مثلا جايب يبقى هقول يعني لو عايز اقول ان البنت وماشاء الله اللي لابسة بلوزة بيضة يبقى هقول لان مفستان ابيض يبقى اقول لانها جوه هدوم ها ايوة البني ادم مننا بيبقى جوه هدوم هيبقى اقول ان ساعتها لكن هنا بيقول شعر طويل تبقى ذاتا الشعر الطويل او ام شعر طويل او اللي بشعر طويل خمستاشر ايوة اتكى على دي انا لم قعد العب شطرنج يبقى هنا على طول عايز يوز دي توز اد المصدر طالما انا ما عنتش بلعب شطرنج يبقى انا كنت متعود على لعب الشطرنج في الماضي يبقى يوز دي توز اد المصدر عادة كانت في الماضي ومعدتش موجودة ايام يوز دي تو بلينج معناها ان انا متعود على لعبه دلوقتي في المضارع ما هو بيقول لك انا ما عنتش بلعبه طيب ايوز دي تو بلينج اعتدت ان العبه صح ايوز ان تيوز دي تو بلينج ات بتساوي no longer مع جملة مسبتة او don't او doesn't زائد any more don't او doesn't زائد any more او any longer don't او doesn't زائد any more او any longer يعني لم يعد يعني يا مسبتة ب no longer يا من في ب any وشكرا وبرضو حيجيلك جمل زي هتين 16 بيقول لك نو وخلي بالك ان الريبورتس هنا جمع تقارير الإخبارية أكدت وفاة رجل الأعمال الشهير هتقول الريبورتس تقارير المفروض ان ايفري بتيجي هي وإيش مع مين يا جماعة مع المفرد ونن عايزة اوف يبقى هنا انا معايا قول ذا ادي الجمع قول كل التقارير الإخبارية أكدت وفاة رجل الأعمال الشهير خش على مين تستطوف نفس الصفحة يا بطل الأبطال فرقم واحد بيقولك لما مالك السيارة رفض انه يبيعها الراجل ضاعف ضاعف its value قيمة تحدي وحي أو إلهام يعني عزمة أو أسرار أو عزيمة يبقى لجابة نمرت ايه ضاعف القيمة بتاعتها يعني قال أكتر من ثمانها مرتين اتنين to succeed in anything علشان تنجح في أي حاجة you should have some لازم ينبغي عليك انك تملك بعض ايه abbreviation اختصار recitation تلاوة جاية من كلمة recite يتلو recitation يعني تلاوة determination عزمة أو أسرار accusation يعني اتهام الإجابة المرتسية لازم يكون عندك عزيمة وإسرار ثلاثة when I tried to open the door لما حاولت أني أفتح الباب it was لقيت أن الباب كان إيه بقى sticker 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 اللي هو اللاصق الحاجة اللي بناخدها نلزقها sticker stick عالق يعني مربوط في حاجة أو في حاجة منعامل إنه يقفل stickiness يعني اللزوجة stickiness 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 جمع عصية أو عكازي يا بل إيه جا من المرتبي لقيت إن الباب stick عالق يعني إيه عالق يعني في حاجة منعامل إنه هو يتحرك مش عارف أقفله أو مش عارف أفتحه 4 he traveled to America to study and get his note هو سافر أمريكا علشان يدرس ويحصل على نقط desire رغبة cause cause سبب degree شهادة جامعية أو درجة طبعا الإجابة نمريدي ويحصل على شهادة جامعية 5 being humble إنك تكون متواضع is one of his good characteristics هي واحدة من مميزاته الجيدة the word humble كلمة متواضع دي can be replaced أقدر أبدلها يعني معناها إيه stylish يعني أنيق كده style بقى وظريف يعني كده irresponsible يعني غير مسؤول modest متواضع impolite غير مهذب يبقى الإجابة نمريتسي modest هي humble 6 بيقول لك إنك تقول حاجة بهدوء is two إنه تبدع react تعمل رد فعل whisper تهمس أو تواشوش accused تتهم يبقى الإجابة نمريتسي whisper يعني تواشوش أو تهمس سبع سبع لو أولا حضرتك I can't believe you believe him أنا مش قادر أصدقه he makes note stories all the time الرجل ده عمال يقلف قصص طول عمال يفشر طول الوقت make on make up على طول make up يعني مكياج صح و make up يعني يختلق أو يقلف قصص أيوة يختلق بيجذب يعني ثمان thinking that you are the best all the time إنك عاعد عمال كل شوية تفتكر أن أنت الأفضل طول الوقت has made you جعلك أو خلاك arrogant متكبر tolerant متسامح intelligent ذكي humble متواضع طبعا خلاك arrogant مغرور my friend hasn't called me since he not to Tunisia صديقي لم يتصل بي هذه hasn't called مضارع تام من فيه و since من الكلمات الدل على المضارع التام يجي بعدها هنا ماضي بسيط فين الإجابة باشا الإجابة he traveled since he traveled to Tunisia ما ردش علي أو ما اتصلش بي منذ أن سافر إلى تونس عشر it has been known recently معروف في الفترة الأخيرة that the missing young girl إن البنت الصغيرة بضيعة أو اللتيها نقط last week نقط الأسبوع اللي فات خلاص يا عم الأسبوع اللي فات كلمة دلة على الماضي وبيقول لك معروف في الفترة الأخيرة إن البنت اللي تخطفت ما لها الأسبوع اللي فات أو البنت اللي مختفية نقط الأسبوع اللي فات was kidnabing كانت بتخطف ماضي مستمر had kidnabed خطفت طب خطفت مين البنت الصغيرة لما هي اللي خطفت was kidnabed is kidnabing الجملة ماضي بسيط مبني للمجهول أصلا ما فيش غيره حل هنا ينفع لأنه هو الوحيد اللي مبني للمجهول البنت الصغيرة الأسبوع اللي فات ما فيش مفعول يبقى هي اللي تخطفت يبقى مبني للمجهول يبقى وز kidnabed خطفة 11 بيقول لك هناء هاز نقط loves of bread هناء نقط برضو أرغفة من الخبز so she can't give us any لا تستطيع أن تعطينا أي لقمة عيش يبقى العيش اللي معاها يكفي ولا لا يكفي مهما تقدرش تدينا يبقى لا يكفي لا يكفي جميل جدا لما هو لا يكفي يبقى معايا كلمة a few دي قليل ويكفي و a little دي قليل ويكفي فضل little with you loves of bread أرغفة العيش معدود يبقى الإجابة نبري تقفي ولأن little غير المعدود شكرا هات رقم 12 في الصفحة اللي بعديها بيقول لي ساعتك I think that he isn't an honest man أنا لا أعتقد أنه راجل أمين ماشي يا عم أنت يعني أنت بتعتقد أنه مش أمين الراجل ليس أمين I think that he isn't an honest man أنا لا أعتقد أنه راجل أمين لما أنت تعتقد أنه مش أمين تقدر تعتمد عليه لا ما أقدرش أعتمد عليه يبقى اللي مثبتة دي غلط واللي مثبتة دي غلط فضلك اتنين منفيين الراجل بيقول can't have dependent لا يمكن أني أكون اعتمدت عليه في الماضي ولا can't depend يعني لا يمكن أعتمد عليه في المضارع نجيبها منين الراجل لسا بيعتقد يا جماعة يعني مش هيعتمد عليه في الماضي دا لسا بيعتقد أنه ليس أمين في المضارع يبقى الإجابة نمرد دي can't depend لا يمكنني أن أعتمد عليه لأنه غير مصدر ثقة يبقى الكلام في المضارع نمرد دي 13 the owner of this clothes shop مالك هذا المحل بتاع الملابس is called mister Nabil يسمى الاستاذ نبيل is my friend صديقي طب كويس جميل جدا مالك المحل دوت يسمى الاستاذ نبيل الكلام هنا على المحل ولا على مالك المحل مالك هذا المحل يسمى الاستاذ نبيل يكون صديقي يبقى أنا بتكلم على مالك المحل يبقى أنا عايز عاقل يبقى ويتش مش عايزة لغير العاقل ووير بتاعت المكان فضلي هوم وهو والله أنا بسأل حضرتك سؤال هي احنا اتفقنا واحنا بنشرح ان هوم تربط محل مفعول بس وتربط محل مفعول معناها ان بعد منها فاعل هل هنا فاعل ولا فاعل لا هنا فاعل يعني معناها انها ضمير الوسط وهنا رابط محل فاعل مين اللي بتيجي تربط محل فاعل ومفعول اتنين يبقى الإجابة نمرد دي هو لانها هنا رابط محل فاعل اما هوم ما بتعرفش تربط محل فاعل اربعة واشر ذمان نقط بلاك سوت ايوه الراجل اللي في البدلة السودة يعني اللي لابس بدلة سودة اقول وذ ولا ان انا لسه شرح لك في الميني تست اللي فوق قلتلك كان شعرها اسود كانت وذ بلاك هير امه شعر اسود انما هنا الراجل ده لابس بدلة سودة يبقى هيبقى ان ذمان ان بلاك سودة الراجل اللي في البدلة السودة ايوه ما انا لسه اقيل لك من شوية ان الواحد مننا بيبقى جوه دومه الواحد مننا بيبقى لابس ودومه يبقى اين بلاك سودة ديد ميني فيفرز فور مي يعني عمل فيها جماي الكتير او اسدالية الكتير من المعروفة يبقى الإجابة نمرت ايوه بطل خمستاشر واخر جملتين في الميني تست دوت بيقول لحضرتك سهر دازنت بنت اني مور سهر ما عادتش بتلون خلاص بطلت ترسم اهيه ادي اني مور معناها انها كانت متعودة على الرسم خلاص بس بطلت this means that نفس الجملة دي برضو على يوزدتو في الميني تست اللي برا معناها انها كانت متعودة او اعتادت على الرسم يبقى شي يوزدتو بنت اهي يوزدتو زائد المصدر she didn't paint in the best لا غلطة هي ما كانتش بترسم ما كانت بترسم هي ما عادتش بترسم دلوقتي it's here habit to paint عادتها في المضارع انها ترسم ما خلاص بطلتها عادتها دلوقتي انها بطلتها ما عادتش بتلون she wasn't in the habit لم تكن في عادة التلوين لا برضو يبقى لي جابني برد بي 16 rania usually goes to the swimming training week end rania عادة تذهب الى تدريب السباحة كل عطلة نهاية اسبوع none طبعا غلط وقول عايزة جمع فاضلك اتنين اللي هي مين افري و ايتش والتنين يصحوا والتنين ييجوا وراهم مفرد ولكن اللغة اعتمدت كلمة افري مع الايام افري ويك اند افري دي افري ساتر دي ما بيقولوش ايتش انا عارف ان ايتش صحيح لكن اللغة الانجليزية اعتمدت ان افري مع الايام ومع الاوقات اللي زي كده يبقى افري ويك اند هي الاقرب للصحة مع صحة ايتش ايضا ولكن افري هتبقى هي الاقرب طالما موجودة لو ما كانتش افري موجودة كنا اضطرين ان اخد ايتش تمام وبعدين عايز اقول لحضرتك معلومة تانية على جنب كده ان ايتش دي بتبقى كل لما يبقى جاي وراها مفرد هو اصلا ضمن مجموعة ايتش زائد مفرد هو اصلا ضمن مجموعة يعني ايه ضمن مجموعة لما اقول ايتش ستيودنت كل طالب معناها ان انا اقصد مجموعة الطلب اللي قدامي دول بتكلم على كل طالب فيهم تمام كده فدي ميزة بتتمتع بيها ايتش عن افري اما هنا الموضوع دوت مش بالسياق مش بالسياق بالشكل ده وزي ما قلت لحضرتك من شوية ان اللغة اعتمدت افري مع الايام والفترات والحاجات اللي زي ديت يبقى افري ويك اند هي الاقرب الى الدقة والاصحة تعال على الميني تيست ثلاثة بيقولك رقم واحد لا يصدق الموضوع ما يتصدقش اي كان نقط بيليف ات انا نقط اصدقه طب هو بيقولك لا يصدق وبعدين يقدر يصدقه ويبقى عايز كلمة تدل على النفس طالما انه لا يصدق وانا مش قادر اصدقه او اه طب ما هو بيقول قادر اصدقه او استطيع ان نصدقه يبقى معناها انه عايز جملة كلمتين في الكلام ده هاخد هارد لي اللي جابة نمرت ايه بالكاد بالعافية تدل على النفس هارد معناها صعب او صلب سيمبلي ببساطة وسمبل بسيط ما ينفعش اصلا بيقولك لا يصدق رقم اثنين Un periods of enlightenment انا مش عارفrogen لماذا انت نؤقت اختك بطريقة سيئة really she loves you هي فعلا اختك بتحبك انا مش مصدق بصراحه او مش عارف ان استوعبد او مش عارف ليه انت نؤقت اختك بطريقة سيئة بهيف تتصرف اختك بهب تتصرف اختك treat تعلامل اختك concentrate تركز اختك ولا appreciate تقدر اختك الاجابة نمرت به انا معرفش انت يكفي بطريقة سيئة ثلاثة I can't believe that you fought them all بصراحة انا مش مصدق ان انت قاتلتهم جميعا فوت يعني انت خنقت معاهم هم الكل You are not انت نقط Eliminating تنهي Eliminate ينهي او يزيل Interrupting تقاطع Collaborating تتعاون ولا exaggerating بتبالج الاجابة المرد دي exaggerating Collaborate يعني يجمع بين او يصحب بين او يتعاون Collaborate يجمع او يصحب والدارده بتيجي بمعنى التعاون يبقى الاجابة المرد دي exaggerating بتبالغ 4 She was sad because she didn't nقط well in the exam هي كانت حزينة لانها لم نقط جيدا في الامتحان حلو didn't مفيش حاجة الحقيقة الموضوع مش موضوع grammar انا عايز اعرف ايه الفعل اللي بيجي مع كلمة well في الامتحانات يبقى الاجابة المرد ايه Do well كانت حزينة لانها لم تؤدي اداء طيب في الامتحانات الاجابة المرد ايه 5 She was fascinated to play the piano fascinated يعني مصحورة ده synonym of fascinated مراد في كلمة fascinated مصحورة النويد متضايقة بورد شاعرة بالملل enchanted برضو مصحورة ولا uninterested غرشة وغرب وتشوقة الاجابة نبرتسي enchanted يعني مصحورة 6 To be know what means to have an attractive and graceful appearance انك تملك مظهر جذاب ورشيق مظهر جذاب ورشيق To be violent انك تكون عنيف to be elegant انيق different مختلف silent صامتي بل اجابة نمرت be elegant انيق انيق معناها انك يكون عندك مظهر جيد وغريسفول رشيق 7 The little child الولد الصغير او الطفل الصغير cry tears out about cry out about يعني قعد يعيط كتير about his broken toy علشان خاطر طبعا different verbs علشان خاطر his broken toy لعبته المكسورة 8 you should not a conclusion at the end of your essay انت ينبغي عليك خاتمة في نهاية المقال end تنهي خاتمة الله تنهي خاتمة وكمان finish finish تنهي خاتمة في نهاية تنهي خاتمة في نهاية مقالك say تقول لجابة نمرتسي تملك يكون عندك لازم يكون معاك او عندك خاتمة في نهاية المقال تسعة tamir started doing his exercise but he tamir بدأ يعمل التمرين بتاعه but he ولكن هو has just finished لسه مخلص طب لما هو لسه مخلص اما الال ليه بدأ ما هو لما بدأ معناها انه لسه مخلصش يجد عام has already finished خلص فعلا ماهي زيها بس دي already فعلا ودي بjust تامع فعلا ولا دي already فعلا ودي just توا او حالا has ever finished ما بتجيش كده ever ever ما بتجيش كده يبقى has ever finished دي سبق ان انهى لا اجابا never see hasn't finished دي لم ينهي حتى الان بدأ ولسه ما خلصش yet تيجي اخر كلمة في جملة مبارع تام منفي او سؤال just هيا هيا وارد بيجيو بعد هب او هز مباشرة وقبل التصريق التالت دي معناها توا ودي معناها فعلا بس او رد ينفع تيجي في اخر الجملة اما ever لا افن ever حاجة من الثلاث ever يا اما تقول لي نفي زائد ever ودي في الحالة دي بتساوي never ودي في الحالة دي بتساوي ايه never طيب يا اما انا اقول ايه بقى في جملة ever اعجبها في سؤال اعجبها في السؤال في المضارع التام هل عمرك شفت اسد يا اما اني لها حاجة تالتة اللي هي ايه بقى ان انا استخدم اسم اشارة تمام زائد صيغة تفضيل عليا من الصفات زائد صيغة تفضيل عليا من الصفات زائد فاعل زائد have او has زائد ever زائد التصريف التالت زي ما تقول ايه هذا اسرع حيوان رأيته في حياتي يعني لو انا عايز اكتب مثال مثلا يا جماعة على حتة ever الاخرانية دي لما اقول مثلا ايه this is هذا فيكون the best film افضل فيلم i have ever watched شاهدته في حياتي هذا هو افضل فيلم سبقا شاهدته كده دول التلت استخدمات بتوع never اه نفي زائد ever دول التلت استخدمات بتوع ever نفي زائد ever تسوي never طيب او ان ever تيجي في السؤال have you ever seen a lion ما عمرتش شفت اسد ادي تاني حاجة او ثالت حاجة انها تيجي بالصيغة دي كده ever ملهاش اي حاجة غير الثلت استخدمات دول تمام كده ادي علشان الناس اللي بتقول عايزين نظبط المضارع التام والكلمات الدلة adjust بتيجي قبل التصريف التالت و already زائها وينفع already تيجي في اخر الجملة طيب ويت بتيجي اخر كلمة في جملة بالضبط او انها تيجي في السؤال هاو انها تيجي في شكل اسم اشارة زائد صيغة التفضيل عليا زائد فاعل زائد هاو هاز زائد ابر زائد واتشت بمعنى رأيته في حياتي سمعته في حياتي شفته في حياتي شاهدته في حياتي وهكذا طيب تعال بعد كده عليك جملة رقم 10 ودي في الصفحة اللي بعدها صفحة 22 بيقول لحضرتك باي last month ودي جميلة جدا ايه هي الجميلة جدا دي before اهي before قبل وباي برضو قبيلة لاتنين دول ينفع بدل ما ييجي وراهم ماضي بسيط ييجي بعديهم تعبير زمني دال على الماضي تعبير زمني دال على الماضي وبالتالي كأنه جاب ماضي بسيط والجملة التانية تبقى ماضي تام يا جماعة او ماضي تام مستمر عادي بص كده by last month بحلول الشهر اللي فات two new bridges كبريين اتنين كباري جداد in عباسية area في منطقة العباسية كده last month دي تعبير دال على الماضي كأنه جاب ماضي بسيط وزيادة والله يبقى انا عايز الناحية التانية ماضي تام او ماضي تام مستمر have been built اتنين من الكباري اتبنوا where building ماضي مستمر مش نفعنا have been built مضارع تام مش نفعنا فاضل اتنين ماضي تام ماضي تام ماضي تام مبني للمجهول have been building ماضي مستمر والماضي المستمر ما بيتبنيش للمجهول يبقى معناها الاتنين الكباري دول بانوا في العباسية بانوا لا الاتنين كباري اتبانوا يبقى انا عايزها ماضي تام مبني للمجهول هتبقى الاجابة ايه ياللي صح 11 انا عندي او انا معايا عصير نقاط كلنا حنشرب يا جدعان كله حياخد طيب حلو يبقى كله حيشرب معناها ان العصير اللي معنا ممكن يكون قليل بس مكفي طالما الكل حيشرب بس العصير كمان يا مستر ما بيتعدش يبقى مش نفعني لا فيه ولا أفيه فضل لتل وقالتل وطالما كلنا حنشرب يبقى قليل ومكفي يبقى لجابة مردي قالتل 12 المكيف بتاع الهواء بتاعك والمكيف تكيف كان بيعمل ضوضاء صوتها عالي الليلة اللي فاتت شكله باضي معلم إنه لا يمكن يكون عطل ازاي عم وهو بيقولك كان بيعمل ضوضاء عالية كان صوته عالي مبارح يبقى ما ينفعش لا يمكن يكون عطل هو أكيد عطل مست بريك داون دي مدارع طب أنا بتكلم على الليلة اللي فاتت يبقى أكيد عطل في الماضي يبقى دا استنتاج ماضي مست هاف زاد التصريف الثالث الإجابة نمرة دي بس هو كاتبها سي المهم هي دي الإجابة يبقى مست هاف بروكن داون لا بد وأنه لا بد وأنه أو أكيد إيه إنه عطل 13 بيقول معالي ساعدتك ذات دا كار هذه هي السيارة أيوة وي ترافل تو بورت سعيد سافرنا إلى بورت سعيد مش عايز الباقي مش لازمني كل الإجابات فيها ويتش طب ما ما لقيا مستر طب ما تبقى صح بقى أي حاجة لا طبعا الحكاية هنا إنه إحنا سافرنا بالعربية ووسائل المواصلات بيجي قبلها باي فهنا حاب يحط حرف الجر قبل الإسم الموصول يبقى هاخد الإجابة نمر دي باي ويتش اللي بيها سافرنا إلى بورت سعيد كانت مريحة جدا تعال على رقم 14 بيقول لك فيها ابني يذهب إلى نفس المدرسة أنا تعلمت من سنوات كتيرة مضت حلوة قوي إحنا دلوقتي بنتكلم على المدرسة المفروض يا مستر إن المدرسة وير أو صح أو الله وير حيث للمكان بس طبعا هنا جايب حرف جر وحرف الجر لا يصلح أن يوضع قبل أي ضمير وصل غير ضميرين اتنين يا ويتش يا هوم يعني نمرد سي ونمرد دي خارج المنافسة برا هما الاثنين لأن الاثنين ما ينفعش يتحط قبلهم حرف جر يبقى دي غلط ويدي غلط مع السلام مع السلام فظلي إن هوم واتويتش والله المدرسة بقى هتاخد هوم لا المدرسة ما تاخدش هوم المدرسة هتاخد ويتش وبالتالي ابني يذهب إلى نفس المدرسة اتويتش اللي فيها تعلمت منذ من سنوات كثيرة مضت خمستاشر عدى ثلاث سنوات ويدي صيغة خاصة بسنس ايه الصيغة اللي خاصة بسنس دي يا مستر اهي فندل اتس ايوة زائد فترة زمنية زائد سنس زائد مضارع كده آه كده فردة كده آه زائد مضارع عدى فترة قد كده منذ آخر مرة حصل كده تمام كده فبيقول إنها ثلاث سنوات اي ها استيد اقمت او اعدت في هذا الحي او في هذه الجيرة او في هذا المكان يبقى الاجابة هنا منذ اقمت في هذا الحي او في هذا المكان 16 نقطة عامل في المصنع اعطي شنطة شنطة رمضان مليانة حاجات طلبات بآلة بسبب رمضان شهر رمضان كل سنة وانتو طيبين عامل مفرد ولا جمع مفرد يا مستر يبقى بوث غلط وقول غلط لان بوث عايزة مسنة وقول عايزة جمع وبعدين هنا بيقول لك يعني ولا عامل طب ولا عامل ازاي عامو هم اصلا مشاء الله شنطة بآلة بسبب شهر رمضان يعني كل عامل ووز خد مش ولا عامل خد يبقى الاجابة كده غلط في المعنى يبقى الاجابة كل عامل خد شنطة رمضان علشان خاطر او خد شنطة بآلة بسبب او علشان خاطر شهر رمضان وبكده نكون خلصنا الفيديو دوت وان شاء الله جاين لكم على طول مع بعض ربنا يعننا ويعنكم ويوفقنا ويوفقك ويا رب ويلهمنا كده العمل الصواب والعمل الصالح لصالح انفسنا ولصالحكم ولصالح الجميع يا رب يوفق الجميع وشدوا حلكو يا أبطال هانت وما تنساش لايك والشير والصابسكرا ودعوة حلو من قلبك يا رجل طيب اشوفكم على خير قريب والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته